لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إذن الإشكالية يا جماعة الكلام راه ساهل الكلام راه ساهل إطلاقا نحن نحتاج جزائليين وعيين نحن رانوا في مرحلة حساسة الرئيس مريض جائحة عالمية وضع اقتصادي متدهور الناس ملقوش وش يوكلوا الخدمة ما كانش الناس يرهم يموتوا الصحة ما كانش المستشفيات في كارثة وانت أشتغلي انت بحكاية أن الإمارات والمؤامرات الخارجية والمؤامرات الكونية على الجزائر المؤامر اللي على الجزائر راهي في الداخل راهي عصابة تتآمر على الجزائر واهي العصابة هذه والله شوفوا رأيه رأي مشي سهل عندما يسجن ويحي يسجن راب راب يسجن سلال يسجن حداد الملياردير اللي كان مهيما على الاقتصاد الجزائر هؤلاء الأشخاص يسجنوا بهذه الطريقة وتبدأ وتحكوت وغيروا رأيهم أباطر وعندهم حلفاء آخرين وعندهم مؤسسات وعندهم مفو المالي في كل مكان وغيروا 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 عندما يسجنوا بهذه الطريقة ويبدأ عملية مصادرة أمواله في رايك هذين يسكتو بالنسبة له رأيهم انتهى مشوار إذن مشكلة مش فيهم فقط ويهذا ما رأيهم صانعوا نوبيهات ته واحد اللي ما تقدرش تقرأ الرقم المالي اللي بداه آه كيف شرح تكون هذي مرة ما عندهم نوبيهات يعلم بها غير ربي سبحانه هذي مرة ما عندهم نوبيهات لا يمكن وصفها في رايك يسكتو أكثر أو خلاص طيشتو في الحبس ويحي هبطوه للبشار خلاص يسكتو راقد يا كم أنو مغفل من يعتقدها أخطر مؤامرة على الجزائر راهي داخل الجزائر يعني صابة وعندما جينا وانتفضنا وننتقد ونقول لا أين الرئيس أظهروه نحن نجي يقولوا أين الرئيس وقلك واش دخل يعني الرئيس يغيب أنت معارفين كيف يستغل هذا الملف من طرف الجهاد تريد دعفين الوضع في الجزائر لا الرئيس أليس من حق لا من حق الجزائريين أنا جزائر وبعض الناس بعض الناس يجي يقول لك يقول لك أنت أنت ركرك في فرنسا عندك الجنسية الفرنسية ما عندي جنسية فرنسية هذا هو الجواز التالي هذا هو جوازي عندي غير الجواز هذا الجزائر أعتز به ما عندي جنسية أخلالي يأتي واحد يأتي وأنت تتكلم وأقول لك لا أنت عندك جنسية فرنسية ما عندي جنسية فرنسية أنا جزائر ومن حقي نتكلم على بلادي وفي أي مكان وما كانش قانوني يجبرني لازم ندخل الجزائر باش نتكلم نتكلم حيث ما كنت وما كانش ما ولدتوش أمو اللي يمنعني من الكلام كي يكون الغلط نقول أنا كنت قادم نكمل في المصهر لها أسكت والرئيس رهو يعالج رهو بي خير ونبدأ نروج لأكاذيب الذباب الإلكتروني والرئيس رهو بي خير وأول رئاسة هي الدير بيان نقول لهم شكرا ندرتونا بيان يعني هنا مش صادق أول حاجة مع نفسي لما باركنا مصهر باركناه كانت العمور واضحة الآن الأمور انحرفت انحرفتان أنا نبقى على المصهر اللي آمنت به حتى إذا كان القيد صالح رح على ربي الله يرحمه نحن نكمل المصهر هاي يا سيدي هاي قريب أو قريب بالقيد صالح ذكر وفاته نشوفوا طرح التلفزيون الجزائري هل يدير وثائق على وفاته ولا لا يا جماعة عندي معلومات من تلفزيونات خاصة وعمومية يقولون لهم لا تذكروا القيد صالح لأنه ما كانش اللي حقل على القيد صالح مثل العصابة عصابة الجماعة متفريقية لأنه دار عليهم دورة ما كانوش يتصورها أصلا وما كانش كما هذن دعاة الفوضى الهلاك اللي فوت عليهم الفرص لذلك قاعدين القيد صالح رح يقعدوا يسبوه سنين طويلة رح يولوا كما الديناسور الديناسور راهو ما قبل الميلاد ما زالوا يحوسوا الأعظام حتى 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 تبوه وش يسموه القيد صالح رح يولي لهم هكذا مش رغلا أنا نزكي فيه ولا نقدس فيه أنا كنت ننتقد فيه لكن كدير موقف تاريخي يقولوا شكرا انتهى الموضوع تبوه تبوه راهو الآن أنا ما نقدرش ننتقده مريض راهو على الفراش ربيش فيه لكن النهار اللي يرجع ويبدأ يجلس ويظهروه باللي راهو خلاص راهو رجع المهار والله لن أسكت عليه لن أسكت عليه هو بنفسه واش قاله قال إذا أخطعت قومون هذا كان أول خطاب ألقاه وأنا وفيلي ذلك الخطاب أنت ستسمع منا ما يجب أن يكون قلاص خلونا من زمن التطبيل والتزمير الرئيس واشيدين راهو مليح زمر طلب تفليقة حتى دار في الجزائر وتحبين نفس الأسلوب نمشوا به لا راهو كي المسار معين كي تنحرف أنا قولوا لا ومن حقي ومن حقك يا جزائري أيضا تقول نعم لكن لا تسبني ولا نسبك أنا ما سبيت حتى واحد حتى الناس اللي يباركوا في الأمر وقلوا فقط تأدب وكون على خلق ما تجيش لصفحة أنت محترمة تروح تسيب فيه والدين فلان وتسيب فيه وتتكلم الكلمة الفحش البذيء وتجي تقول لي تحسب لي فيها حاجة كبيرة هذه لا تشرفك إذا كان أنت ابن عائلة وعائلة محترمة وأعتقد بأنه جزائريين كلهم بابناء عائلة محترمة أنه ما تشرفك هذه هي إشكالي يا جماعة أنه مرحلة حساسة ومن حجز من كل واحد يبعث لي يقول لي الجزائر تمر بمرحلة فتنة كبيرة وأنت عندما تقول هذا الكلام ستساعد المعاديل للجزائر أنا ما قلت حتى شيء أنا نجيب قلهم ديروا هكذا واللي ديروا في الغلط ما يهضوش عليهم لا نسكدوا عليه يا البلاد لا تبنى بهذه الطريقة يا ري البلاد ما تبناش بهذه الطريقة تبنى لما نسمع ونحن أنا مرآة وأنت مرآة لي نسمع بعضانا ولكن على الأقل نتحاوله بأسلوب حضاري أنا ما اتهمت ثلان بالفساد ولا ما اتهمت حتى واحد أنا قلت بأنه هناك ردة عن المسار وأنه هناك معلومات والمعلومات اللي نجيبتهم كل متأكد منه هاي ثابت في الوقت اللي كنت نقول لهم راه الرئيس بريد ومازال ما يرجع فكل وقت كان يسيبه فيه أول خبر اليوم اللي كان خرج خبر عاجل أنه تبن تخل في حجر صحي كتبت له كلمة كما هكذا الخبر ودرت له شفاه الله وعافى كنت متأكد بأنه مريض ماشي هكذا ماشي هكذا أنا جي حبين يعيش الجزائريين راه وراه المغرب راه يهدد الإمارات تهدد أنت تعطل تعيش الجزائريين الاستقرار النفسي مهم احنا ما عندنا لش عادة للمغرب رهما أشقاء نختلفوا معاهم في قضية الصحراء الغربية وانتهى الموضوع لا نحرض عليهم ولا نريد حرب معاهم وليحرض أيضا زي الإنسان أيضا مش مغربي ولا فيه رائحة العروب المغربية هذه الأمور الصحراويين شافوا حقهم ضاع من واحد وتسعين هم يستنوا في استفتاع تقر المصير المغربي تلاعب راحوا مع أهل الحرب الله يسهل عليهم خليهم يتحاربوا أنا نحمي حدودي وانتهى الموضوع وهم عندهم حق يحاربوا المغرب يشوف يروحوا عنده حق يحارب خليه يتحاربوا وشكون الخاسم شكون الخاسم راح يخسر المغرب ويخسرهم راح تخسر تسقط أرواح وتسقط كل واحد راح يبر الجهة البوليزار يشوفوا في أرواحهم وأنهم وأبنائهم جو شهاداء يدافعوا على وطنهم هذا كان أيضا يمني في ولد الفقراء وزواولة اللي راحوا يقاتل مثل أه أبناء الفقراء أبناء الجيش وأبطاله والدفع الوحدة الترابية والمسؤولين راح جالسين في الرباط في قصور وهم يتفرجوا وعبر تويتر والفيسبوك ينشروا في الحواج هذا هو الواقع انتهاءنا هذا هو الواقع انتهاءنا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله